قد أتاك الخير بالنور المبين ونداء الحق من أبهى الخصار من أصول الفقه في دنيا ودين قم إلى الرحمن طوعا وامتثال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه فضل الصلاة وأتم وتسلم الأمر بعد الحضر هذه من المسائل التي لها أثر في الفروع الفقهية وقد نص عليها أهل الأصول في كتبهم والمراد بهم أن الشريعة الإسلامية قد تأمر بأمر ثم تحضره فإذا حضرته رفع هذا الحضر فإذا رفع هذا الحضر فما الحكم؟ هل هو الحكم يرجع لما كان قبل أو لا؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا الصيد من الأمور التي جائزة في الشريعة الإسلامية لكنه إذا أحرم المحرم فإنه يحرم عليه الصيد فإذا أحرم المحرم حرم عليه الصيد فإذا تحلل من الإحرام فهل يرجع الحكم إلى سابق عهده أو لا؟ هنا اختلف العلماء في ذلك على أقوال منهم من قال أنه يرجع إلى الوجوب ومنهم من قال أنه يرجع إلى الإباحة والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يرجع إلى ما كان قبل الحضر على هذا فمثلا في المثال الذي ذكرته لك في قول الله سبحانه وتعالى وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْطَادُوا فإن المراد بهذا الاصطياد في الإحرام هو أنه محرم أثناء إحرامه فإذا انتهى الإحرام وتحلل من إحرامه فيرجع الأمر كما كان قبل ذلك ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فهنا أمر النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت زيارة القبور مباحة ثم حرم الله سبحانه وتعالى عليهم زيارة القبور ثم قال فزوروها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها هل الأمر هنا هذا اللفظ فزوروها أمر والأمر يقتضي الوجوب في زيارة المقابر أم أن الأمر يرجع إلى سابق عهده كما كان قبل النهي صحيح من أقوال العلم أنه يرجع إلى ما كان قبل النهي وأن لا نأخذ بهذه الصيغة في الوجوب فزوروها وأنه يستدل بها على الوجوب إذ أن هذا الأمر تحت قاعدة الأصولية في قوله الأمر الأمر بعد الحضر فإن هذا الأمر بعد الحضر ويرجع إلى ما كان سابقا عليه طبعا هذا يرجع في الأشياء المحرمة الأشياء المباحة الأشياء الواجبة والأشياء المكروهة وغيرها فإن الأمر إذا حرم ثم رفع هذا التحريم فإنه يرجع إلى ما كان قبل ذلك وعلى هذا أمثلة كثيرة في مثلا في الدخار لحم الأضاحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم تحريم الأضاحي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك من أجل الدافة فرفع هذا الحضر في الدخار لحم الأضاحي فيرجع هذا الأمر إلى الإباحة فمن أراد أن يتدخر فليتدخر ومن أراد أن لا يتدخر فليتدخر والسبب في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخار لحم الأضاحي لوجود المجاعة فلما ذهب هذا الحكم وهذه العلة اللي من أجلها حرم الدخار لحم الأضاحي رجع الأمر إلى سابق عهده كذلك في أشياء تعرض للمسلم في كل أسبوع مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فهنا يحرم البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة وهو النداء الذي يسبق الخطبة لا الأذان الأول فإن الأذان الأول لا يحرم وإنما كان من فعل عثمان رضي الله عنه في عهد خلافته وإنما المراد به الأذان الذي يسبق الخطبة خطبة الجمعة فإنه هذا النداء هو الذي يحرم بعده البيع فإذا انتهت الخطبة فإنه يرجع الأمر إلى ما كان قبل هذا التحريم من جواز البيع وجواز الشراء الذي حرم بسبب هذا الأمر وهو النداء الثاني ليوم الجمعة ولهذا فإن التحريم إنما كان لمقصد معين وهو تفريغ القلب والعقل لعبادة الله سبحانه وتعالى في يوم الجمعة وعلى هذا فإن محصلة الكلام في هذه القاعدة أن نقول أن الأمر بعد الحضر يرجع أمرا وأن الإباحة بعد وأن الأمر باختصار أن الأمر يرجع إلى حكمه قبل الحضر فإن كان مباحا فهو مباح وإن كان محرما فهو محرم وإن كان مكروها فهو مكروها وإن كان واجبا فهو واجب وإن كان مستحبا فهو مستحب فيرجع الأمر إلى ما كان قبل الحضر هذا في أصح أقوال أهل العلم وهناك خلاف في هذه المسألة وعلى هذا فإن المنتج لهذه النتيجة وهي أن الأمر يرجع إلى ما كان قبل الحضر وأن الحكم يرجع إلى ما كان قبل الحضر هو استقراء الأدلة الشرعية في هذا الأمر وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن الاستقراء هو المورد وهو المنهج المعرفي في بناء القواعد الشرعية وليس هو التجريد وإنما هو الاستقراء بحيث أنه تستقرأ أقوال الآيات القرآنية هو النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله أثناء التنزيل وفهم الصحابة رضي الله عنهم حينما فتحوا الفتوح ومصروا الأمصار فتستقرأ هذه الأمور من القرآن والسنة و أفعال الصحابة رضي الله عنهم و لئما المتبوعين من بعدهم ثم بعد ذلك ينتج هذا الدليل و ينتج هذا الاستقرار و ليس هو التجريد في منأ عن الفروع الفقهية و الفروع العقدية و الفروع التفسير و الفروع الحديثي و غيره و ذلك لأن القواعد الأصولية ليست فقط للفقه وحده كما هو متعارف في كثير من الدوائر العلمية و الأكاديمية و إنما أصول الفقه إنما هو اسم حادث و إلا فإن الإمام الشافعي رحمه الله كان يسميها بأصول العلم و كان الصحابة رضي الله عنه يستخدمون لغة العرب و يستخدمون القرآن و السنة و غيرها من الأدلة التي هي موجودة فيها و القواعد التي ظن ظن أنها مخصصة في الفقه أنهم يستخدمونها كانوا في جميع علوم الشريعة الإسلامية و على هذا فإن علم أصول الفقه هو علم استنباض من الشريعة الإسلامية و هو أصول علم الشريعة الإسلامية و الدليل المعتبر في هذا العلم هو الاستقراء و هو استقراء أدلة القرآن و استقراء أدلة السنة و استقراء فعل الصحابة رضي الله عنهم للخروج بقاعدة يمكن فيها ضبط أدوات الاستدلال و مصادر المعرفة و ذلك لأن الأمة الإسلامية هي أمة مضبوط قد ضبط أهل النبي صلى الله عليه وسلم و قد ضبط الصحابة رضي الله عنهم التابعين و الأمة المتبوعين و صادر المعرفة فيها في شتى مناح الحياة و على هذا فإننا حينما نقرر هذه القاعدة فإننا نقررها وفق الاستعمالات الصحابة رضي الله عنهم لعدلة القرآن و السنة و معهود العربي في هذا و بناء مناهج الاستدلال التي ضبطها الأمة المتبوعين بعدهم هذا والله أعلم و صلى الله وسلم على نبينا محمد ها هنا الوعد تجلى كل حين أرسل البشرى على رحب الوصار من أصول الفقه بالعلم اليقين نرتجي الرضوان في أسمى مهنال ترجمة نانسي قنقر